آلة العنف في العراق مستمرة في حصد أرواح الشباب وزيادة معاناة العائلات بهذه الكلمات لخصت صحيفة واشنطن بوست مشهد تظاهرات ثورة تشرين بعد مرور خمسة أشهر على انطلاقها الصحيفة الأمريكية استندت في تقريرها إلى شهادات ثلاث نساء فقدن أزواجهن خلال التظاهرات بعد أن خرجوا مطالبين بحقوقهم المسلوبة ودعما للمتظاهرين المطالبين بتحقيق مستقبل أفضل للعراق بعد عقود من الفقر والبطالة والفساد المشرع تقرير واشنطن بوست كشف جانبا صغيرا من صورة ملطخة بالدماء في مجملها لمسلسل قمعي بدأ في الأول من تشرين الأول الماضي ولعبت فيه الأحزاب الحاكمة وميليشياتها دور الجلاد مستخدمة كل أساليب القمع والتسقيط والتشويه والتخوين لإنهاء التظاهرات الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط حكم الأحزاب الفاسدة وتغيير النظام السياسي الذي سئم العراقيون منه عراق محروق أو استمرار في السلطة خياران لا ثالث لهما اتفقت الأحزاب مسبقا على التمسك بهما أملا في النجاة من مقصلة الشعب وتسخير كل الجهود والإمكانات باتجاه إسكات صوت الثائرين والأدلة على ذلك كثيرة كان آخرها ما كشف عنه برلمانيون حاليون في أحد اجتماعات الكتل السياسية المغلقة وأكدوا أن أحد قادة الأحزاب السياسية وصف المتظاهرين بالأطفال وأوصى بقتلهم جميعا كحل أمثل لإنهاء التظاهرات ولا يعزز تلك الرواية إلا مشاهد القمع الحكومي والميليشيوي شبه اليومية بحق متظاهري ثورة تشرين وأمام عدسات الكاميرا فضلا عن الممارسات القمعية في الخفاء مثل الخطف والتهديد والمساومة وغيرها الكثير كل تلك المجازر والانتهاكات بحق المتظاهرين كان المبرر الوحيد لها هو اتهامهم بإغلاق الطرق وفرض الإضراب العام رغم تأكيد منظمة العفو الدولية أن تلك الإجراءات مشروعة دوليا تبريرات حكومية معلنة لقمع المتظاهرين وأخرى سرية أكثر سوداوية تحث على التمسك بالحكم وإن اقتضى ذلك تصفية كل من يطالب بإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة ترجمة نانسي قنقر